أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام إلى عدد جديد من حيصات عين وحدث ارتياح واسع لدى غالبية الجزائريين بإعلان وزير التجارة أمس عن مسعى الحكومة لكسر هيمنة واحتكار تجارة الزيت والسكر بعد إعلانها عن فتح الباب أمام ستة مستثمرين خواص هذه الخطوة ستكون لها انعكاس إيجابي بالطبع على وفرة وسعر هاتين المادتين الحيويتين بعد احتكارهما من طرف شخص واحد دام لقرابة عقدين من الزمن هل يعلم الجزائريون أن البراب يحتكر تجارة مادتي الزيت والسكر عبر كامل التراب الوطن لمدة قرابة العقدين من الزمن هل يعلم الجزائريون أن البراب يحتكر مادتي الزيت والسكر إضافة إلى بعض المواد الغذائية المصنعة الأخرى هل يعلم الجزائريون أيضا أن البراب سيكون المتحكم الوحيد لسوق الخضر والفواكه عبر كامل التراب الوطني في المستقبل بعد الانتهاء من أسواق الجملة التي ينجزها في الولايات هل يعلم الجزائريون أن البراب كان يسعى لاحتكار التجارة الخارجية بإنشائه لأكبر ميناء بالمنطقة أو بمنطقة كاب جناد ببومرداس هل يعلم الجزائريون أيضا أن البراب ينوي احتكار وسائل الإعلام الوطنية بامتلاكه لجريدة لبرتي حاليا وشرائه لجريدتي الخبر والوطن هل يعلم الجزائريون أن البراب يسعى لاحتكار المنتجات الفلاحية بمطلبته الحكومة التنزل له عن أراضي فلاحية بمساحة عشرة ولايات كاملة إذن هل الحكومة سادقة في مسعاها لمحاربة احتكار وتغول رجال الأعمال في كل الميدين أم أن البراب قضية البراب هي قضية سياسية بعيدة عن عالم الاقتصاد والمال بعيدا عن التشخيص وبعيدا عن كلامي عن شخص بعيني هل الحكومة سادقة في طي صفحة العشرية الحمراء بما حملته من اختلالات وأخطاء هل الحكومة سادقة في تصحيح التجوزات في حق الاقتصاد الوطني وفي حق الجزائريين هذا ما سنقشه اليوم مشاهدين الكرام مع ضيفايا في الأستوديو يحضر معي النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني سيد محمد حادي أستاذ محمد مرحبا بك شكرا ويحضر معي رئيس حزب الجزائري رفاق التأسيس سيد مراد عروج أستاذ مراد مرحبا بك دكتور أبدأ بك النقاش في رأيك كيف تتابع أنت اليوم قضية مسعى الحكومة لكسر احتكار وهيمنة بعض رجال الأعمال على تجارة مواد غذائية حيوية أهمة بالنسبة للجزائريين بسم الله الرحيم تحية لك والآخر الزمين والشعب الجزائري بغمته طبعا أي حراك اقتصادي سياسي شعبي مجتمعي إلا ونتمنى أن يكون وراءه الخير لهذا البلد والخير لشعبنا ما الذي يجب أن يعرفه شعب الجزائري أنه الاقتصاد الجزائري مر بأربع مراحل ورخصها كالآتي ثم نفهم الوضعين لنا عايشينها الآن 62 حوالي 82 كنا عايشين نظرية دوبينيس معنى هذه صناعات كبيرة ثم نتنزل تحتها ثم جاءت هذه الصناعات الكبيرة صناتراك تقسم إلى نافطال وغير ذلك ثم جاءت المرحلة الثالثة وأن الدولة الجزائرية مع انهياء أسعار البيترول وأزمة المالية تنازلت عن دورها في التصنيع أو في الاستيراد أو في التوزيع ففتحت المجال للخواص طبعا لما فسحت المجال للخواص للذين رغبونا في الاستثمار كانت الدولة الجزائرية يومها تمتلك تمتلك مناطق صناعية تمتلك مناطق نعم استثار سيد مراد عمش تمتلك مصانع الذي حدث الذي حدث أنه فيه مجموعة من جال الأعمال كبيرة جدا ذهبت إلى الاستثمار إلى التجار إلى الصناعة لكن لم يوفق إلا القليل منهم إلا القليل منهم بفعل فاعل بفعل الإضاءة بفعل العلاقات بفعل أشياء كثيرة فأنتجت وضعية اليوم نعيشها هو المونوبول دون تولي سكتا اليوم نتكلم عن سيد يسعد براباب لعنده احتكار في بعض المواد هناك كذلك أشخاص آخرون عندهم احتكار في قطاعات أخرى وفي مواد أخرى لا بدنا الحكومة الجزائرية تصحح هذه الوضعية حتى تمكن كل صاحب مشروع كل صاحب مبادرة الحق في أن يصبح مستطمر في قطاع من القطاعات إذن اليوم نتمنى أن يكون هذا الانتباه هذا الصحوة هذه تكون لصالح كل مستطمر جزائرين صغير أين مكان وأين ما ولصالح الجزائرين كذلك سيد محمد حادي البعض يقول يعني كما كنا نتكلم في المقدمة كيف وصل أربراب أو غيره إلى احتكار كل هذه القطاعات الزيت والسكر احتكار في مجال الفلاحة في مجال الصناعة في مجال التجارة في وسائل الإعلام يعني كيف وصل أربراب خلال 15 أو 20 سنة إلى احتكار كل هذه القطاعات وخطرها على المواطن لما يتغول شخص واحد كل هذه المواد قوة الجزائرين مصير الجزائرين سياسة الجزائرين في يد شخص واحد بسم الله الرحمن الرحيم كل حال زميلي وضح تاريخ باش ما نعودوش نرجعو تاريخ اللي مر به الاقتصاد الجزائري من 62 إلى يومين هذا أنا كنت نتمنى أن السؤال لا يكون حول شخص محدد أو معين لأن اسمح لي في الديباجة خوفتنا كما قلت في البداية خوفتنا هل يعلم الجزائريون هل يعلم الجزائريون يعني هذا الأمر هو صادم لنفس الجزائريون لكن حقيقة لماذا هذه الاستفاقة الآن نتمنى أن تكون هذه الاستفاقة في الاتجاه الإيجابي كما تفضل لزبيل الأخ استفاقة من أجل تصحيح الأخطاء اللي وقعنا فيها اليوم نصبحنا نهل أن وزارة التجارة الآن سمحت كأنها تصدقت علينا بإعطاء ست ست ترخيصات لست هذه هي من أخرى ونعمل الاحتكار بشكل آخر تبدل الرقم 1 سبح 6 لماذا لا يوضع قانون ناظم للعملية عملية الاستثمار وليصبح الباب مفتوح أمام كل واحد تغفر فيه شروط والاستثمار ويجي مرحبا به ويبدأ ما نحدد العدد لا في 6 لا في عشرة ولا في ألف جميل سيد مراد عروجي الجزائريون يتساءلون يقول لماذا الحكومة سفاقت اليوم هذا الاحتكار تقريبا في كل هذه المواد وفي كل هذه القطاعات تقريبا عشرين سنة لماذا هذا الاستفاقة اليوم هل هي صحوة ضمير لتصحيح ربما أخطاء حدثت في مرحلة بكل جزائريين يعرفون خباياها وخفاياها أم أنها مجرد يعني البعض يتكلم على أنها عملية سياسية شخصية ربما لا تفيد للجزائريين ولا الاقتصاد الوطني تنظر القضية بالاحتكار مشكلة عالمية تعاني منها كل الدول حتى الأكثر التقدم حتى أمريكا اليوم لا زالت تصن قوانين لمنع الاحتكار عملية عملية دائمة عملية تمشي مع نمو الاقتصاد اللعبوا عندنا اللعبوا عندنا لنجلد في الاقتصاد المفتوح كنا في اقتصاد مغلق الدولة تدير كل شي ذهبنا للاقتصاد مفتوح لكن ذهبنا للاقتصاد مفتوح لا تمتلك الخبرة ولا تمتلك الأدوات ولا تمتلك القوانين ولا تمتلك أي شيء. عندها مصانع فارة. ما عندها شمال. عندها عدز مالي كبير. عندها مديونية كبيرة ندخل مع بداية التسعينيات. لكن ما عندنا لا خبرة ولا خبرة ولا قوانين. فذهبنا إلى الإنفتاح باللعب على القوانين. هذا الذي يحذر في الجزائر. وسأضر مثال حتى يفهم الجزائرين. ذهبنا إلى الإنفتاح وبدأ البعض يلعب في القوانين. أنا سأضر مثال بشي فهموا السادة المشاهدة شوف في سنة 2000 معانتها 8 سنوات بعد الفتح في سنة 2000 صيدال مجمع صيدال كانت شركة من الشركات المهددة بالغلق ومهددة بلاليكي ناسهم اليوم ها كنت مدير الشراكة والطبيع الصناعي في صيدال مع سيد عون لنحييه بهذه المناسبة لأنه الضوء الكريبين الذي لعبه عون هو الحفاظ على هذا المجمع موحد والإفلات به من التقسيم والتقطيع والبيع بالدنار غمزي كانت هنا قوانين في قانون المالية حتى يفهم المواطن كيف الناس يلعبوا على المواد في قانون المالية بشيحتر كوى القطاعات كانت فيها بعض المواد في قانون المالية تجعل من المادة الأولية رسوم الجمهوكية المادة الأولية تصل إلى 45% والرسوم الجمهوكية على دوام imports لما ت diligence دوام 5% معناته تلما إنه تصنع محلي الدواء تعكيه اللي غالي على الدواء المستوض فهكذا كانت تضرب سيدال وكان يدعم للزابطة ما الذي قمنا به في سنة 2000 ذهبنا إلى قبة البغرامان وتناقشنا مع النواب نائب نائب ومع كتلة البغرامانية كتلة كتلة فوصلنا معهم جميعا إلى إزاحة هذه المواد وإعطاء امتيازات كبيرة للصناعة الدوائية وهكذا عرفت بداية الصناعة الدوائية بداية من سنة 2000 اللعب على القوانين هي أداة يمتلكها البعض من أجل فتح أو غلق القطاعات ومن أجل خلق احتكار ما في أي قطاع ما كل قطاع هذا اللي لابد أن نعرفه وننبه الحكومة إليه كل قطاع فيه متداخلين كثر هذا القطاع مهددون فيه الناس بالاحتكار أي قطاع بي تستغل فيه لازم لك خمس ترخيص أفهم باللي كاين إنسان سيديه وكاين المياه سيديه وهنا نخلق الاحتكار فلابد على الدولة الجزائرية أن تراقبها كل قطاع فيه ترخيص عديدة حتى تمكن كل الجزائرين من حقهم في الاستثمار اليوم أنا حبيت ندير سكر نعم أنا وساند زميلي لما قال استبدلنا واحد بستة على ستة ومنهم هذه ستة نعم خلينا نتوقف عند هذه النقطة سيد مراد عروج خلينا نتوقف عند هذه النقطة هؤلاء من هؤلاء ستة وكيف سمحت اليوم الحكومة يعني كيف تفطنت لهذه قضية قضية احتكار ربراب لمادتي السكر والزيت تفتح التجارة لستة خواص أخرين من هؤلاء ستة ومن خول لهذه الستة بأن يكونوا هم الذين يحتكرون مادتي الزيت والسكر خلينا نطرح لك سؤال سيد محمد حادي هل تشوف بأن معالجة الحكومة لهذه القضية قضية احتكار سواء ربراب أو غيره لمواد وقوة الجزائريين هل هذه المعالجة تتم في إطار قانوني صحيح يعني نخرج من هذه الاحتكار إلى المنافسة الشريفة لكل الجزائريين كل الجزائريين الحق في التجارة أو من لديه شروط للعمل أم أنه اليوم نصحح خطأ بخطأ أخر هذا ما نخشاه حقيقة هذا ما نخشاه نخشى أن نصحح خطأ بخطأ أخر اليوم اللي كان نتكلمه كان قوانين واضحة في البلاد وإذا لابد من تحيينها لابد من تحيينها وإذا لابد من تصححها قانون المالية كل سنة كما أشار الزميل كل سنة يبث في قانون المالية ممكن أن نصحح الأخطاء اللي وقعنا فيها لكن إذا كان نستبدله رقم واحد وعيد رقم واحد برقم ستة معنى أننا وضعنا رقاب الجزائريين ورقاب الدولة الجزائرية في ستة من الناس وهذا هو الخطأ اللي نخشاه اليوم نعم سيد محمد اسمح لي برقم وضحها المسألة هذه المسألة هذه لابد من سن قوانين واش من أبل قدرت أبل ضفر والجزائريين جاءوا وسميشيونا وحطوا ودفتر شروط ودفتر أعباء واضح وضح حال الأملية من هم نستوردين وهذا سمعنا طف فجأة قال ستة من الناس ومن اللي صبحوا سيد محمد محمد الحادي في رأيك لماذا الحكومة في هذا الوقت بدأت هل هو التخوف من الربراب وبعد الشبكات الدولية اللي يربطها وبعد التجارة اليوم تحول إلى شركات متعديدة الجنسيات لها علاقات دولية وما إلى ذلك هل شوف بأنه اليوم الحكومة حسد بأنه فيه خطر على الدولة فيه خطر على الأمن القومي للجزائريين لما رجل واحد فقط يحتكر كل هذه القطاعات أم أنه لماذا في رأيك في هذا الوقت بالذهاب حتى يفهم الجزائريين لأنه البعض يقول بأنه هي قضية شخصية ربما بين الربراب أو بعض الوزراء في الحكومة فيه من يقول مع بوشوار فيه من يتكلم على أنه حقيقة أنه الجزائريين مساندين للحكومة في مسعاه للقضاء على هذه الاحتكار حتى نفهم خلفية هذه الخطوة طبيعي أن كل الجزائريين يحاولون كسر هذا الاحتكار لأنه نحن الآن يقولون أو كنت تدخل لبورس تلقى أن السكر خص في العالم في السوق العالمي إلا في الجزائر إلا في الجزائر من يرتفع في السوق العالمي يرتفع عن المستهلك من يرخص حتى واحد ما يجي بالخبر سمحوا لي باللغة هذه اللي يفهمونها فيها الناس الآن الجزائريين يستبشرون خيرا لأن الاحتكار حرمه شرع أن يحرم الاحتكار منذ 15 قرن أو 16 قرن القوانين الاقتصاد العالمي اللي مشيت عليه اللي تمشي عليه كل الدول كل الأنظمة كل المؤسسات يحارب الاحتكار في كل الدول الآن الزميل ذكر أن هناك محاربة يومية ومستمرة لأكبر دول الليبرالية يعني أكبر الدول الصناعية والتي تعرف تقدم وتعرف كده تحارب الاستمراء تصدر قوانين تحارب الاحتكار بصيفة دورية أو بصيفة مستمرة حتى تصبح الدولة هي الضامنة للاستقرار الاقتصاد والضامنة بالتالي إلى قوت المواطن التاحة وقوت الجزائريين اللي من المفروض أننا إحنا حاربنا وقعت انتفاض ضد احتكار الدولة التجارة الخارجية اللي يصدر في 78 كيف نعود نولي الدولة رفضنا الاحتيار التاحة ونعود ونرجعوا الاحتيار يكون في الشخص سيد مراد عروج حتى يفهم الجزائريين نتكلم طريقة معالجة الدولة والحكومة والسلطة لقضية الاحتكار احتكار شخص واحد لتجارة بغض النظر عن رب راب لتجارة مواد حيوية بالنسبة لحياة الجزائريين خليني نتكلم كيف يمكن أن نقنع الجزائريين اليوم أنه ما يتم في ساحة اليوم هذا الجدل حول رب راب أنه معالجة لإخطاء مرحلة ما كان فيها ربما غياب القانون كانت الأمور الجزائريين يعرفون كيف كانت تسير في تلك المرحلة كيف يمكن أن نقنع الجزائريين أن ما يتم اليوم هو تصحيح لإخطاء ما وليس تصفية حسابات وما إلى ذلك هل فيه احتكار ولا لا؟ طبعا فيه احتكار نعم إذا لابد من معالجة مشكلة الاحتكار الآن تقول لي وقيلة وعلاجة وقالت أسأله دخل هل فيه وضعية غير طبيعية نعيشها اليوم في السوق الجزائريين؟ طبعا فيه طبيعية فيه وضعية غير طبيعية فيه في الزيت وفي السكر وفي الطماطيش وفي قطعات كثيرة ما سيد الكريم؟ على مستوى العالم اكتشف العالم اليوم أنه كان تلت شركات كانت شركات تمتلك تمتلك أكثر من خمسين في المئة من الإقراء فوجد العالم العالم نفسه رهين تلت شركات إلى درجة أنه في في الارجنتين أعطي مثال بشيفة من الناس الجزائريين بالإخطاءات المنطقة عالمية الارجنتين أرفحت دعوة قضية على شركة أمريكية اسمها منسانتو هذه منسانتو تمتلك أكثر من ستين في المئة من السوق المواد الغذائية في السوق المواد الغذائية في الارجنتين إذن قضية الاهتكار قضية حقيقية موجودة في الزهر وموجودة في العالم متى انتبهنا إليها؟ النهاري يفي قولها المدال أن نتحرك ما نقولش أنا اليوم أنتبهت لها بسح لا يجب أن نتحرك لأنه سيقول لي وعلى ما تحركت ما قبل لا الخير لما يجي يجب أن تديره الخطأ لما تنتبه له لا يجب أن نتحرك بعقدة وخلفية سياسية في من يقول أنه مثلا أنتبهت لقضية الخليفة تقول حبيت شيد الكريم اليوم يكسروا ربراك انتا قول واش حبيت هل فيه مشكلة حقيقية في الجزائر أنه بعض الناس بعض رجال أعمال يحتكرون ولا عندهم موجودة 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 حتى لما تكون عندك ستيف اليمين موجودة تعطيها كذلك غير طبيعية لأنه اليوم الدولة الجزائرية أو الحكومة عندها عنها أمرين حماية المستهلك مماش من أنه لابد على الموضوع أنها تكون موجودة وتكون كذلك نوعية وبأسعار معقولة لكن كذلك حماية التاجر الصغير لأن الكبار هادوش يديوه الكبار هادوش يديوه أرام يخنقوا صغير ويقتلوه الصناعات الصغيرة اللي كانت موجودة سعدر المثال حتى يفهم كل جزائرين فضل أستاذ محمد حتى كان احتكار من نوع آخر حتى داخل المقاولات لكي تشارج الدفتر الأعباء اللي الآن كل إدارة أو كل هيئة ممكن أن هذه كان احتكار من نوع آخر كذلك عند المقاولات يعني باش نكونوا واضحين موش في التجارة فقط اسمح لي كان أمر آخر كيفاش نخلق الاستثمار اليوم إذا ما كسرناش هذا الشق ثاني كنتمنى أننا نكون في البرنامج لأن خلق الاستثمار لخالق للثروة خالق للشغل خالق خاصة في مناطق نحن في مناطق الجنوب في مناطق الضاب العليا وإن المستثمر هذا لابد من تحفيزات إضافية لابد من تشجيع لو في بعض الحالة لما يكون احتكار مسحيل يعني تستطيع مثلا تتاجر صغير لا إذا كان احتكار خلاص كمنا نعم تستطيع أن تنافس مثلا رب راب أو غيره في إنتاج السكر الزميل أشار إلى التاجر الصغير اللي لازم أننا أو المستثمر الصغير بالفعل وما يقول لديوا الشركة ويغلقوا وما عندما أعود إلى الكبير الكبير ما عندما يكون الكبير ما عندما يكون العلاقات وعندما الوساطات وعندما الخبرات الخبرات وعندما المال ويغرق السوق في البضاعة ويقوم إنسف السوق من البضعة. اليوم نحن بحاجة إلى تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة. المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. سأدر المثال بشي فهم جزائريين. باختصار. نعم. مجمع صيدان واللي دايما صيدان لأنها كانت مستهدافة بالتضمير. وكانت جنوبها اللي تعجتها. نعم. أنا تعجتها مع سيدة عليها. صيدان اليوم توظف أكثر من 5000 عائلة جزائرية. رقم عمالها هو عشر. عشر. شركة أخرى لا توظف إلا 750. شوف الخطورة أين هي. لأن شركة مثل صيدان أو شركة قطاع عاملية شركة إنسانية شركة إنسانية وطنية تساهم في الأمن. لأن هذا الدخل في الأمن الغدائي. مؤسس مواطنة. مؤسس مواطنة. لما يأتي واحد من قطاع الخاص. ولما تكون قوانين ضعيفة لأنه سأشير إلى قانون موجود وغير مفاعل. لما يأتي تقابلها شركة قطاع خاص. في غياب القوانين وفي عدم تفعيل قوانين تستحدث أن هذه الشركة تنهب كل ما يأتي من السوق. لكن بدون ما تقدم أي شيء للمواطن ولا للدولة. آخر مثال. آخر شيء. باش نقول لك بارك حاجة. أنا محنة صيدال ما عشتوهاش وحدكم. عشتوها معكم كل الجزائريين المخلصين اللي يحبوا بلادهم ويدافعوا إلى بلادهم. كل عاشوا محنة محاولة سقوط أو محاولة تفكيك شركة صيدال. لكن السيدة نجت. في الموقام المئات المحساسات ضمّرت. قانون المنفس الموجودة من ألفين وثلاثة. لين يعرفوا له دول. لأنه اللي يغفع قضية. واللي يغفع قضية الاحتكاء. هو مجلس المنفس. سيد محمد حادي حتى نختم النقاش برأيك كيف يمكن وما الحلول وما السبيل للخروج من هذه الحالة حالة هيمنة بعض رجال أعمال على قوة الجزائريين. وعلى معيشة الجزائريين باختصار شديد. حتى نختم النقاش. تفعيل قانون منافسة أم قانون مالية. الشفافية في التعامل مع الأمور. ووضع العقلية البالية التي تسير الآن بكل صراحة بشكل بيروقراطي كبير والمستثمر والناشئ لمؤسسة صغيرة ومؤسسة متوسطة. يبقى ثلث سنين ربع سنين. شكرا. أدراج المكاتب اللي ما جابتش. مؤسسة صغيرة لتدي خمسمائة مليون سونتين قرض يتعب ثلث سنين. مؤسسة كبيرة بحجم اللي تكرمها وأخرى ممكن تدي ألف مليار برسالة أو برسالتين في أسبوع أو أسبوعين. أنا أثمن الذي أجمله. اللي قال الذي يصير عقد يوم خمسة جوان. الثمن أن يدرج دمن النقاط التعطولاتية الله يتكره بخير مع الباطرونة ومع أرباب العمل. أتمنى أن يدرجوا نقطة لهي تفعيل قانون المجلس المنافسة حتى نحافظ على المستهلك وعلى التاجر الصغير. سيد مراد حروج رئيس حزب الرفاق قيد التأسيس شكرا بموصولك. سيد محمد حادي البرلماني حزبات تحليل الوطني. مشاهدين الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حيصات عين وحدثا.